كما تأتي قبل أيام من الانتخابات المقبلة تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات في إطار تنزيل النموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية وتتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس الوقت في نفس اليوم وهو ما يؤكد أمقا ممارسة ديمقراطية ونجأ البناء السياسي المغربي شابيا عزيز إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما يوسيلة الإقابة مؤسسات ذات مستاقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مقوناتها الوطنية وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والعزمات والتهديدات